بسم الله الرحمن الرحيم قام العالم روجيسكي بحل أكبر مشكلة من مشاكل السيتي وهي مشكلة السيتوريشن فقام باختراع سيتي لا يوجد فيه سيتوريشن أصلا فقام بعمل سيتي له انبوت كرانت عند البرايماري سايد ولكن عند السيكندري سايد له اوتبوت بولتج وليس كرانت وبالتالي فهو لا يتشبع مثل باقي السيتي ويمتاز هذا السيتي بأنه يتحمل طيارات عالية حتى 5 كيلو أمبير وقامت شركة الاب بي بتطبيق هذه الفكرة فكرة روجيسكي على أحد ريليهاتها وهو ريلي ريف 542 بلس فهذا الريلي عند فحص الأوفر كرانت له فإنه صمم لأن يدخل عليه مولتج وليس كرانت إذن كيف يمكن فحصه هنا قطعة خاصة تسمى روجيسكي سيتي يتم وصل هذه القطعة بجهاز الفحص وكأنها قطعة منه فيقوم جهاز الفحص بحقن الكرانت من خلالها فتقوم بتحويل الكرانت إلى فولتية مناسبة وتتلاءم مع الكرانت الداخل إليه ومن ثم نأخذ هذه الفولتية ونطبقها على الريليه أما إذا أردت توصيل الروجيسكي سيتي على باقي الميترز أو الريليز التي لا تستخدم هذه الخاصية فتتم عن طريق توصيله من خلال أمبليفيرز خاصة ويعتبر الروجيسكي سيتي هو نوع من أنواع الأوبتيكال سينسينغ سيتي ولكن هناك سؤال مهم جدا أنه لماذا لم نتطرق إلى مشكلة سيتيوريشن في الفولتج ترانسفورمر كما تطرقنا إليها بالكرانت ترانسفورمر وذلك لأن مشكلة سيتيوريشن تحدث عادligen مع الفولت كرانت فإذا حدث لدي فولت فأن هذا الفولت ينشئ تيار عالي جدا على حساب انخفاض الفولتية فعندما يحدث لدي انخفاض في الفولتية فإن هذه الفولتية قد لا تؤثر بشكل كبير على الVT وقد لا تحدث له أي سيتيوريشن لذا نلاحظ عدم انتشار مشكلة سيتيوريشن بالVT مع العلم أنه قد يحدث سيتيوريشن للVT إذا حدث عليه أبر فولتج الآن نبدأ معكم مشكلة جديدة من مشاكل STT وهي مشكلة فتح دائرة السكندري للSTT إثناء الإنرجايز أو إثناء تشغيل الخط لماذا يمنع منعا باتا فتح دائرة STT إثناء تشغيل الخط ملهم ناحضة وطن والسبب أنه عندما يمر برايماري كرانت في STT فإنه ينشئ مجال مغناطيسي هذا المجال المغناطيسي ينشئ عنه قوة دافعة مغناطيسية تقوم القوة الدافعة المغناطيسية بدفع الفلكس إلى داخل الكور فيسري الفلكس في داخل الكور فيتقاطع مع السكندري ويندينج فينشئ جهد حتي حولها ومن ثم ينشئ تيار في السكندري عندما يكون اللود متصل بها طبعا ثم يقوم السكندري كرانت بإنشاء مجال مغناطيسي وMMF جديدة ومعاكسة لتلك الموجودة في البرايماري فتقلل من قيمة Total Flux ففي حالة فتح دائرة السكندري فلن تنشئ أي MMF معاكسة ومضادة لتلك الMMF الأصلية وبالتالي فإن قيمة الMMF الأصلية القادمة من البرايماري سوف تتركز إلى داخل الكور مما يؤدي إلى رفع الفلتية على أطراف السكندري بشكل كبير جدا وهذا الجهد العالي لا يمثل خطورة على المحول فقط وإنما يمثل خطورة على الأشخاص المتعاملين مع هذه المحولات إثناء صيانتها والذين تعرضوا بالفعل لهذا الموقف احترقت أيديهم كما لو أنهم أمسكوا بشعلة نار فإن كان من الضروري جدا نزع جهاز الرليا إثناء تشغيل الخطأ أو إثناء الإنرجايز فإنه يجب عمل شرط سيركيت على أطراف السيتي سكندري قبل نزع الرليا وبالتالي يبقى هناك بعض الكورنس يمر من خلال الشرط سيركيت ينشئ MMF معاكزة لتلك الموجودة في البرايمري فلا يرتفع الجهد على أطراف السيتي سكندري أما بالنسبة للVT فإنها تختلف عن السيتي في طريق التوصيلي لبرايمري وايدنج فتوصل بالVT على التوازي بينما توصل بالسيتي على التوالي وهذا يدل على أن التيار في البرايمري سيتي سوف يكون موجود سواء كان اللود متصل على السكندري أم لا بينما التيار في البرايمري VT يعتمد على وجود لود في السكندري فإذا كان لدي لود في السكندري فإنه سوف ينشأ تيار سكندري وبناء عليه سوف ينشأ تيار في البرايمري فإذا زال اللود ذهب تيار السكندري وبالتالي ذهب تيار البرايمري فلا يوجد خطورة في فتح دائرة VT سكندري بل ويجب أن يوضع MCBs أو Fugits على دائرة VT سكندري لحمايتها من أي شورت سيركيت قد يحدث أو مرور طيار عالي قد يحرق VT لذا يتم التحذير المطلق من فتح دائرة CT سكندري أو عمل شورت سيركيت على دائرة VT سكندري وفي بعض الحالات فإنه يتم وضع مقاومة على التوازي في دائرة السكندري للCT للرد واليال والبلو بحيث أنه إذا فتح دائرة CT فإن ارتفاع البولتية سوف يفجر هذه المقاومة وبالتالي تصبح المقاومة شورت سيركيت لحماية CT يفضل أن يكون اللقز المستخدم في CT تيرمينال من نوع رينج لقز حتى إذا حدث له أي لوس لا يخرج من مكانه ويشبه بأوبن سيركيت وعند وضع التست سويتش في داخل التست بلاج لغرض اختبار ريلي مثلا فإن هذا التست سويتش يجب أن يقوم بعمل فتح على دائرة VT سكندري وعمل شورت سيركيت على دائرة CT سكندري ولكننا واجهنا مشكلة خطيرة جدا في أحد المحطات حيث وجدنا أن ال VT ويرز كونكتد تو سيتي لوكيشن ان تست سويتش بينما ال CT ويرز كونكتد تو فيتي لوكيشن ان تست سويتش وهذا معناه أنه عند وضع التست سويتش في داخل التست بلاج فإن هذا التست سويتش سوف يقوم بعمل أوبن سيركيت لدائرة CT وشورت سيركيت لدائرة VT وهذا خطير جدا لذا هنا تكمن أهمية التستينج والكوميشنينج قبل تشغيل أي محطة